السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثاني السنوي النهاردة هنكمل إن شاء الله مع بعض حل كتاب المعاصر يونت ثري النهاردة بيج وان هاندرد فيفت لسنوان وطو صفحة مية وخمسين جزء الجرامر وتحديدا أزمنة الفيوتشر أزمنة المستقبل حيبقاشكر كل الناس اللي بيجاوبنا في التعليقات هنحل حاجات مع بعض وهسيب لوكوا حاجات في القامل سياريتلي جواه في التعليقات يكتب اسمه ويكتب المحافظة بتاعته علشان نقول اسمه إن شاء الله في الفيديو الأخير ديونت ثري I والفيديو طبعا الجرامر مشروع عندكم في القناة موجود بالورق بتاع الشرح I this medicine after I have lunch After هنا طبعا من الروابط الزمنية وإحنا هنا عندنا في الروابط الزمنية إحنا وإنه بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام بيبقى عندي جزء تاني إيه جزء تاني بيبقى مستقبل مستقبل بسيط takes ده مضارع took ده ماضي will take ده مستقبل will be taken ده مستقبل بس مبني للمجهول طبعا جملة معلومة ولا مجهولة أنا سوف أأخذ الدواء ولا سوف أأخذ طبعا will take طب لو الجملة كانت بدأ بmedicine آهو this medicine after I have lunch على طوله هو طبعي الكلام برضو after قلنا مضارع بنا محتاجين مستقبل ده مش مستقبل ولا ده ده مستقبل وده مستقبل طب الدواء ما له بقى هيؤخذ يبقى المفروض نحنقولي will be taken سوف يؤخذ بعد كده عندنا بقولي i expect omar اتوقع ان omar first next term احنا قلنا expect we think or predict probably i'm sure اللي هي بتدل على المستقبل comes ده مضارع came mod يبقى will come first يطلع الأول what a beautiful dress يا له مفستان رائع i not at هو طالما فستان رائع يبقى عجبني طالما عجبني يبقى انا هعمل ايه هاخد زي كده quick decision قرار سريع ان انا هشتري buy will buy i'm going to buy i'm buy القرار السريع طبعا بنستخدم مين بنستخدم will طبعا في القرار الايه السريع يبقى اكتب انتين عندك السبب ليه اخترنا will buy leave the safety bag اترك هزي الشنط i not at upstairs for you ده ده بيعمل ايه عرض مساعدة سيب الشنطنا هش الهالك يبقى طبعا احنا قلنا في العرض ده هنستخدم مين will carry study for your exams زيكرا عش الامتحانات or use them اه ده بيعمل له ايه ده بيعمل له زي تحزير threat يبقى or you fail will fail سوف تفشح كل دي استخدمات will i tour per today if i don't travel i promise احنا قلنا promise اللي هو الايه الوعد انا هاجي i will come i won't come i'm going to come i'm coming هيبقى i will come هنا ده بيوعدو تمام بعد كده بيقول لي if it's late هنا حالة if مدرع بسيط بيجي معناها بعدها يفلو الاحتمال will will must ده مين دي طبعا حالة if الشرطية الاولى هدي اكتب السبب قدامها علشان ما تختارشه خلاص احنا قلنا لما يكون عندنا كلمة ده عن مستقبل مش هتبينها اللي هتبيننا هي حاجة تفيد الاستمرار يعني حاجة تفيد الاستمرار زي طول الصباح هكون بعمل will be done ده مستقبل بسف و جملة مش مجهولة اصلا want be done ده برضو بسف و جدو نقص ام اصلا يبقى will be doing يبقى انا عندي all ده اسم و مستقبل مستمر بعد كده انا عندي بيقول if you call me at 5 لو كلمتني الساعة 5 i am bad but i am not sure احنا قلنا not sure يبقى احتمال في كلمة على طول لابنستخدمها مع مين مع not sure اللي هي كلمة مين على طول احنا قلنا هنا will be sleeping not sure خلتها may be sleeping اللي هي واحتمال يكون مستمر انما لو ما فيش not sure كنا قلنا will be sleeping from 5 to 7 من 5 ل 7 i not physics هنا محد دلوقت في الفترة دي انا هكون بعمل ايه هكون بذاكر فيزيا will be studied the passive won't be studied برضو باسف going تونقص امي will be studying هكون بذاكر students from home on their tablets in the future it's just a possibility دي مكانية وطالما قال لي just وقال لي ممكن يبقى دي طبعا ايه احتمالية وطلامة احتمالية يبقى برضو هنستخدم كلمة مين may be studying i for my exams so i can't go without you مش هقدر اخرج معك هنا الجملة بدأ ببداية ايه اعتزار وحنا قلنا بالاعتزار استخدم مضارع مستمر او مستقبل مستمر لما تكون الجملة بدأ باعتزار انا مش هقدر اخرج معك عشان اكون بعمل كزا will be studied will be studying لو في برضو مضارع مستمر يعني لو قال لي i am studying تبقى صح لو قال لي i am studying والكلام ده كله شرحناه في فيديو الشرح people drive petrol cars بيقود الوقت petrol cars they petrol cars in 30 years وبعد 30 سنة احتمال الحدث يكون مستمر في المستقبل يبقى برضو ان المستقبل مستمر الحدث بدأ وما زال مستمر واحتمال استمرار will be driven بسر will still be driven يبقى will still be driving هيكون رسا بيقودوا هذه السيارات i expect that i know the same friends in the future توقع شيء هيكون مستمر او البقاء على حاله في المستقبل برضو هكون بامتلك نفس الاصدقاء will be having will be had will have had will be have كلهم مقولين يبقى will be having بعد كده عندي هنا one hundred fifty four i the next bus as planned احنا قلنا plan او intend او decide خطة ونية وقرار مين على طول في خطة ونية وقرار am, is, are going to the next bus by me as planned برضو عندي كلمة plan طيب take will take is going to take is going to be taken الفرق دي معلومة ودي مجهولة طيب البص مجهول البص مش هين فياخد نفس is going to be taken by us يبقى دي معلومة ودي مجهولة عن حد يقول مقرره i have a plan انا عندي خطة i know the quality of our product المنتجات بتاعتنا ماشي في plan he has already decided عندي كلمة قرره he not is old flat هيبيع شاعته the old اللي هي القديمة هيبيع is going to sell is going to be sold passive will have sold will sell is going to sell be careful كن حذر honey يا عزيزي you يبقى دا شيء على وشك الحدوث اللي هو be careful watch out look out يبقى بنستخدم مين على طول and who is are going to ده مستبع مستمر يبقى are going to fall مين كده انا عندي بيقول some friends بعض الاصدقاء buy me for lunch as arrange اه خلي بالك arrange و prepare يعد و يجهز ده مضارع مستمر على طول am is are verb ing will مستقبل going to ميت ناصل اصلا am meeting هابل am meeting يبقى some friends am meeting طب سورة معلش الجملة اصلا مش معلومة تاني are being met a buy me الجملة بس معلش مجهولة طب والمجهول بيقول ايه am is are being والتصريف الثالث يبقى are being met انا اللي هابلهم بقى يبقى am meeting يبقى دي جملة active يبقى على مهلنا دي جملة active ودي جملة passive بعد كده هنا عندي بيقول هي نقطة الساعة كام الساعة خمسة يعني غدا طيب عندي هنا طبعا محد دلوقت وبيقول الساعة خمسة يبقى هي هتعمل ايه هتكون مسافرة بكرة الساعة كام خمسة لا طبعا ساعة خمسة هتكون مسافرة ينفى حدث مستمر هي عندها prepare وarrange يبقى الاثنين مع بعض دي اللي هي بيو سي at five هي بالفعل traveled يبقى خلاص is replacing is being replaced باسف و replace و الهاف replace و مش باسف يبقى is replacing me at tomorrow's meeting in new york she about the latest development at the meeting tomorrow باسف طبعا الفعل no من افعال الادراك هنا will be no باسف no باسف معات قطار او كلام ده كله is knowing منفح شي في الاستمرار يبقى is going to no والمفروض اختار is knowing باس طبعا is knowing مش ه تنفع عشان نوم نفعل الادراك لا يأتي في الازمنا المستمر بعد كده عندي 157 157 بيقول لي احمد محدد الفترة اللي هي احنا قلنا مستقبلي طبعا حدث سوف يكون مستمر سوف يكون مستمر اللي هو زاد البرب زاد ing طبعا لا ولو الماضي كلها اختيارات بعيدة تماما يبقى حبيبة حقيقة مستقبلية حاجة احنا مناش داخل فيها يبقى بنستخدم مين بنستخدم والمصدر لازم نكتب السبب بيقود بسرعة يعني مهولة هي طبعا دا شيء على وشك الحدوث او مستقبل مبني على دليل has he has is having about to have طبعا he is going to have an accident يعني is going to have an accident هو كده معرض ان هو يعمل حدثة بعد كده عندي بيقولي انا متأخر عشان كده بيفوتني اول لسن it at 8 am الساعة كام تمانية الصبح طبعا دا احنا قلنا المواعيد جداول المواعيد نستخدم مدرع بسيط is starting is going to start will start starts وكتب كده مواعيد ثابتة زي مواعيد الطائرات والقطارات هيروح فرنسا الساعة سبعة مساء بردو نفس النظام مواعيد بردو هتقلع هتقلع الساعة السبعة زي دلوق الجمعة اللي جاية او الجمعة القادمة يعني هو هنا دا مستعبل هو جايب قبلها زي ستايم يبقى دا حدث سوف يكون مستمر وانا لما يجلنا زي ستايم وبعدها فترة مستقبل بنستخدم مستقبل مستمر will be flying is going to fly has flown flies طبعا will be flying هي اتين نكست ويك اكتب كده قدامها عقيقة مستقبلية is going to be is being طبعا will be لازم نكتب السبب we the minister at ten o'clock نكست من دي الساعة العاشرة يوم الاثنين القادم المدير نعمل اي بقى هنا ايه في مرتبين لانا طبعا ده معات مع المنستر الوزير meet are meeting are going to meet will meet طبعا are meeting لانا ده ترتبات واستعدادات بعد كده بيقول i hire a car hire a car يعني اقر سيارة to travel around alexander is my intention احنا قلنا intend plan يبقى am with you are going to يبقى طبعا am going to عشان intention نية i have made my mind احنا قلنا طبعا made my mind يعني انا خلاص اخذت قراري يبقى برضو am with you are going to i am going to spend the weekend زي we fish for dinner it's plan احنا قلنا plan intend decide يبقى بنختار من على طول am with are going to تعال نشوف الاختيارات will have having are going to have will have had طبعا are going to have علشان plan هده كده بيقول i think he fish for lunch هيتناول fish على lunch الغدايا احنا قلنا think expect يتوقع و تتعبيرات بتيجي مع المستعبل will have having going to have will have had طبعا مستعبل اصد will she wants to buy a new car عايز السيارة جديدة so she not save much money علشان كده هي بتعمل ايه بتوفر فلوس دعنا نشوف كده الاختيارات اول حاجة مديني going to will is going to intent طبعا هي هنا عندها نية طبعا عندها نية عندها نية الشراء السيارة احنا قلنا النية نستخدم جيدين في تعلم اللغات علشان كده اطفالنا هيكونوا برضو طبعا ده مستقبل بس ما فيهوش دليل مش لازم احنا نكون جيدين في اللغات يكون اولادنا كده يبقى طبعا المهارات والصفات ليست دليل وهنا ده مهارة يبقى مش دليل احنا جيدين في تعلم اللغات يبقى هنا الجملة مفيهاش افدنس بعد كده عندي بقول احنا قلنا احنا احنا بنستخدم ايه هسيبها لكم في الواجب في التعليقات احنا قلنا احنا رابط الزمنية بيجي معها مستقبل وبعدها ياما مضرع بسيط يا اما مضارح تام يلا كده لو اروع المضارح البسيطة والمضارح التام واجب علي نفس النظام هنا مديني وعند هنا مضارح بسيط او مضارح تام احنا نشوف بردو المضارح البسيط او المضارح التام هسيبها الكو بردو واجب التجمل دول واجب في التعليقات اي اتين اسامة الاولين يقول اسامة اتصل وانت في الخارج انا هتصل عليه تاني طيب طبعا هنا خلاص عندني يبقى طبعا انا هتصل عليه شغال في كافي في خلال عشر سنين اتمنى يكون عندي حاجة خاصة بيا يبقى ده يتكلم عن المستقبل نفسه يكون موجود طبعا اي 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 بقى او مشروح خاص بيا مستقبل عايزين احنا مدارع بسيط او مدارع تام والفنش ده مستقبل هاس فنش ده مدارع هاد ده مدارع بس مش هينفع مع هنقال يبقى هاس احنا قلنا لما نبدأ باعتذار بنختار هنا يام مدارع مستمر يام مستقبل مستمر مدارع مستمر زائد زائد مش موجود طب في مستقبل مستمر اللي هو ده يعني الكتابة او البناء بتاها الجرامر بتاها صح بحلول العام القادم هشتري سيارة طبعا لا لو ما جابش باي ماشي ده مبنية للمجهول الجملة طبعا بناء المجهول لو بدأ ماشي كان المفروض اكون جبت ده طبعا ندم فين في الباست باي نيكست اير اي ويل هاب بود ان يو كار بحلول العام القادم هكون جبت السيارة ده مستقبل تام ده طبعا مزبوط وبكده نكون وصلنا لنهاية لاندو اي مشكلة يكتبلي في التعليقات مع تمانيات بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته